للعام الثاني على الثوالي ورغم جائحة كورونا الجزائر تحقق الاكتفاء الداتي في انتاج الطماطم الصنعية وتقطع الطريق أمام المستوردين وبلغة الارقام الانتاج الوطني بلغ أكثر من 19 مليون قنطار خلال العام الجاري العام هدايا للموسم هدايا وصلنا ل19 مليون وربعمية ألف قنطار منها 9 ملايين وخمسمية قنطار راحت للسوق الجملة 3 أو 4 سنين كنا خلصوها 9000 و14 ألف المواد نظاما لليسمبر ودرك راه يتمتم الحمد لله راه يتعمل 4000 و5000 ماكسيمام الصباح في السوق الجملة عملت 3 ميل و300 الديتا عند المستهلكة يفرب 4000 و5000 شوف يعني الشيلي يتعمل وهذه نشكر نشكر بزاف بزاف الفلاح مشاكل هذه الشعبة عديدة تتعلق أساسا في عدم التزام شركة التحويل بدفع مستحقات منتجيات طماطم في الأجال المحددة بالإضافة إلى تأخر صب منح الانتاج التي خصصت الحكومة لهؤلاء تعرف باللي في الديسبوزيتي في النظام هذا يا كان غلطة أنا أكزيجي قلنا باللي لازم المحول يخلص لي دوز دينار كاملين باش الدولة تخلص لي كالدينار هي في الحقيقة ما كان حتى إن يكون رولاسيوم بين الدعم تاعد دولة والفلاح وشمد السلعة ما عندها حتى معنى هذه وأكثر من ذلك منتجو شعبة الطماطم الصناعية يراهنون على تحقيق فائد في الانتاج ما يتيح لهم تصدير المنتوج بكل أريحية من الرجمات وتزيدها حتى إكسبورتي إن شاء الله مش غير تكمل برحالة يكون فائد وإن شاء الله وإكسبورتي لتريب الكنسانتري شعبة الطماطم الصناعية في البلاد تتطلب من الجهاز التنفيذي ضرورة مرافقتها من أجل جعلها ضمن قائمة سلع الجزائرية المطلوبة دولياً عوضاً يكون مصيرها التلف عند أصحابها ترجمة نانسي قنقر